تعرف على سر كتش الدكتور ومجد يعقوب الذي يرتديه منذ خمس سنوات يعتبر الدكتور مجد يعقوب أسطورة الطب في العالم صاحب أكبر الدرجات العلمية والأوسمة وفي الوقت نفسه لم يهتم صاحب الدرجات العلمية وأرقى الأوسمة العالمية بأن يرتدي حذاء مغيرا في الفاعليات والمؤتمرات العالمية حيث قرر طبيب القلوب أن يلتقي الحكام والملوك والرؤساء بنفس الحذاء منذ خمس سنوات والسر أن يعقوب لا ينظر أبدا إلى المظاهر والشكليات ولكن ما يتطلع إليه دوما هو الأمل والتاريخ والمجد الذي يصنعه كل يوم خمس دقائق فقط وسط الزحم والجدل الذي نشهده على وسائل التواصل الاجتماعي لنركز جيدا مع هذه الأسطورة المصرية الجميع تحدث عن حفاوة استخبار رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم للبروفيسير مجدي يعقوب وجمع تبرعات خلال حفل تكريم صناع الأمل في دبي بقيمة 360 مليون جنيه مصري لصالح المستشفى الخيري الذي يؤسسه مجدي يعقوب بمصر الخمس دقائق مخصصة لحزاء الدكتور مجدي يعقوب أو كوتشي البروفيسير من خلال رصد جميع صور اللقاءات الرسمية لأسطورة الطب في العالم الرجل منذ ما يزيد عن خمس سنوات بنفس الحزاء التقى رؤساء وملوك وحكام العالم بنفس الكوتشي وبكل تلقائية لم يهتم صاحب أكبر الدرجات العلمية وأرقى الأوسمة العالمية بأن يرتدي حذاء مغايرا حتى تستوعب الأمر اسأل نفسك أولا من هو مجدي يعقوب هذا الرجل الذي حصل على جائزة فخر بريطانيا بحضور رئيس الوزراء البريطاني أنذاك والجائزة تمنح للأشخاص الذين ساهموا بأشكال مختلفة من الشجاعة والعطاء أو ممن ساهم في التنمية الاجتماعية والمحلية وارتأت لجنة التحكيم أن الدكتور يعقوب قد أنجز أكثر من 20 ألف عملية قلب في بريطانيا الدكتور مجدي يعقوب هو من حصل على وسام الاستحقاق البريطاني لسنة 2014 من الملكة إليذبس الثانية ملكة بريطانيا فضلا عن عشرات الأوسمة والقلادات الأخرى منها قلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة والمخلصة في مجال جراحة القلب الرجل الذي ينحني له قامات العالم لمكانته العلمية الكبيرة يقضي سنوات من حياته بكوتشي واحد السير مجدي يعقوب ظهر بجوار رئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من رجال الدولة والوزراء وعدد من قيادات القوات المسلحة بذات الكوتشي الذي ظهر به مع رئيس دولة الإمارات في احتفالية صناع الأمل بل أنه في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدد من الوزراء السابقين وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وقف الدكتور مجدي يعقوب في الصف الأول وقد ارتدى نفس الحذاء